السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هقد عدنا إليكم أعزاء الطلبة في درس جديد من دروس التربية الإسلامية ودرسنا اليوم هو أعمال الصلاة وقد قلنا في الدروس السابقة أن الله تعالى فرض على المسلم خمس صلاوات يجب أن يؤديها في اليوم والليلة في أوقات محددة ومن صلى خمس صلاوات فإنه يحصل على الأجر والحسنات المضاعفة من عند الله عز وجل فننظر أعزاء الطلبة إلى هذه الصورة ماذا يفعل هذا الولد في هذه الصورة؟ انظروا إليه أحسنتم إنه يصلي ويقول الله أكبر إذن اليوم سوف نتعلم عن أعمال الصلاة حتى تكون صلاتنا صحيحة هناك أعمال يجب أن نقوم بها بالترتيب ترمعي أعزاء الطلبة هنا أصلي صلاة صحيحة كما يأتي أول عمل نقوم فيه من أعمال الصلاة أستقبل القبلة وأنوي الصلاة ثم أرفع يدي بجانب أذني وأقول الله أكبر وهنا يا ثاني استقبال القبلة أي علينا معرفة اتجاه مكة المكرمة فإذا عرفنا اتجاه مكة المكرمة شرق غرب شمال جنوب ثم ننوي للصلاة ثم نرفع أيدينا انظر إلى هذا الولاد يرفع يداه بجانب أذني انظروا هنا ثم يقول الله أكبر هنا يا ثاني ندخل في الصلاة ونقول أن الله أكبر من أي شيء نفكر فيه في هذه الدنيا فالله أكبر أما العمل الثاني من أعمال الصلاة هو بعد التكبير الذي قمنا به في الصورة الأولى أضع يدي اليمنى على اليدانة وأنظر إلى موضع سجودي وأقرأ دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعال جدك ولا إله غيرك ثم أقرأ صورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم انظروا هنا إلى هذا الولاد بعدما قمنا بالتكبير في الصورة الأولى يضع يده اليمنى انظر يا ثاني هنا اليد اليمنى وهنا اليد اليسرى يضع اليد اليمنى فوق اليد اليسرى ويقرأ دعاء الاستفتاح انظر يا ثاني إلى هذا الدعاء هذا اسمه دعاء الاستفتاح يعني استفتح به الصلاة وأقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعال جدك ولا إله غيرك هنا يا ثاني هذا الدعاء يجب أن نقوم بحفظ هذا الدعاء وبعد الامتهاء من هذا الدعاء نقرأ مباشرة يا ثاني سورة الفاتحة أحسنتم وبعدما نقرأ سورة الفاتحة ولنته منها نقرأ يا ثاني ما تيسر من القرآن الكريم أي نقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص سورة الفلاق نقرأ من سورة النباء من سورة النازعات أي سورة تريدها يا ثاني تقوم بقراءتها بعد سورة الفاتحة أما العمل الثالث من أعمال الصلاة هو أركع قائلا الله أكبر رافعا يدي بجانب أذني وأقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا انظر إلى هذه الصورة يا ثاني هذا الطالب يقوم بالركوع قبل أن يركع يقول الله أكبر رافعا يدي بجانب أذني إذن يقول يا ثاني الله أكبر ثم يركع وعند الركوع في هذا الشكل يا ثاني يكون الإنسان قد وضع يداه على رجليه وظهره هكذا يا ثاني مستقيم ثم يقول في هذا في هذه الحالة سبحان ربي العظيم كم يا ثاني ثلاثا لكن يا ثاني إذا زدنا لا يوجد مشكلة إذا قلنا مثلا سبحان ربي العظيم أربع مرات أو خمسة أو عشرة أو عشرين لأن يا ثاني الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه فالله عز وجل يتطياني يكون أمام الله أمام الإنسان فيجب أن نمجد الله عز وجل وأن نذكر الله تعالى بخشوع فهنا أركع قائلا الله أكبر رافعا يدي بجانب أذني وأقول في ركوع سبحان ربي العظيم إذن يثاني في هذا الشكل أقول سبحان ربي العظيم وهذه الحالة يثاني اسمها الركوع أما العمل الرابع فهو أرفع رأسي في الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ثم أقول بعد أن أعتدل قائما ربنا ولك الحمد هنا يثاني بعدما انتهينا من الركوع وقلنا سبحان ربي العظيم نرفع من الركوع ها أرفع رأسي من الركوع لما برفع رأسي يثاني من الركوع أقول سمع الله لمن حمده نرفع رأسنا ونقول سمع الله لمن حمد أي أن الله تعالى يسمع كل إنسان يشكر ويحمد الله تعالى وعندما تنتهي من هذه الكلمة مباشرة يا ثاني تقول ربنا ولك الحمد يعني يا رب نحن أيضا نحمدك فالله عز وجل يا ثاني يسمع كل إنسان يحمد الله عز وجل وهذا يا ثاني العمل الرابع بعد القيام من الركوع خامسا أسجد قائلا الله أكبر وأقول في سجودي سبحان ربي الأعلى ثلاثا انظر يا ثاني عندما انتهينا هنا من الركوع ثم اعتدلنا من الركوع قائلين ربنا ولك الحمد عندها يا ثاني نقول الله أكبر هنا يا ثاني نقول الله أكبر ونحن واقفين ثم نجلس يا ثاني للسجود انظر يا ثاني للسجود هكذا يكون شكلنا في السجود رأسنا على الأرض وأيدينا ورجلنا وأطراف الأصابع هنا يا ثاني وهنا يا ثاني نقول سبحان ربي الأعلى وهنا يا ثاني ندعو الله ندعو الله عز وجل هنا يا ثاني يسجد رأسك ورجلك وجسمك متذللا إلى الله عز وجل فتقول سبحان ربي الأعلى وتدعو الله يا ثاني في هذا المكان يا ثاني نستطيع أن ندعو الله فقط أما في الركوع في الاعتدال في أي مكان يا ثاني لا نستطيع أن ندعو الله فقط يا ثاني هنا في السجود نستطيع أن ندعو الله عز وجل بكل شيء نريده فهنا يا ثاني نسجد ونقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا سادسا أرفع رأسي من السجود قائلا الله أكبر وأعتدل جالسا عندما انتهينا من السجود يا ثاني وقلنا سبحان ربي الأعلى هل لا يا ثاني منوث من السجود هكذا منظلنا يا ثاني جلسين ونقول الله أكبر إذن يا ثاني كل أي حركة بدنا نغيرها سجود ثم جلوس نقول الله أكبر أو بدنا يا ثاني نركع ثم نوقف ونعتدل من الركوع نقول أيضا الله أكبر إذن يا ثاني هنا أرفع رأسي من السجود قائلا الله أكبر وأعتدل جالسا هكذا يا ثاني بعدما ننتهي من السجود نجلس ونعتدل هكذا سابعا أسجد ثانيا قائلا الله أكبر وأقول في سجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا عندما أنتهي من الجلوس يا ثاني أسجد لله تعالى ثانيا إذن يوجد لدينا سجدتان سجدتان أسجد لله عز وجل إذن في كل ركعة أصليها أسجد سجدتان وأقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وإذا زدنا يا ثاني لا يوجد مشكلة في الزيادة بذكر الله عز وجل ثامنا أرفع رأسي من السجود قائلا الله أكبر وأستوي واقفا هكذا يا ثاني أرفع رأسي من السجود قائلا الله أكبر ثم أقف ثم أقف يا ثاني حتى أصلي الركعة الثانية تاسعا أصلي الركعة الثانية كما صليت الركعة الأولى كل الصلوات ثمان خطوات اللي قمنا فيها يا ثاني في الركعة الأولى بوأف يا ثاني وبصلي الركعة الثانية كما صليت الركعة الأولى وهكذا يا ثاني بتكون إن شاء الله إنه صلاتنا صحيحة هلا بعد ما نخلص يا ثاني الركعة الثانية عاشرا بعد الانتهاء من السجود الثاني في الركعة الثانية أجلس وأقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية طبعا هنا يا ثاني زك إنه في هذا الدرس منصلي ركعتين الفجر فهنا بس صلينا الركعة الثانية وقلنا يا ثاني بعد الانتهاء من السجود الثاني في الركعة الثانية أجلس وتعلمنا يا ثاني كيف نقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية ثم أسلم عن اليمين وعن الشمال وهنا يا ثاني انظروا يسلم عن اليمين قائلا السلام عليكم ورحمة الله وأيضا يا ثاني يسلم عن الشمال قائلا السلام عليكم ورحمة الله إذن يا ثاني وهكذا قد ننهي صلاتنا لكن يا ثاني علينا أن نحرس بعد الانتهاء من الصلاة أن نذكر الله تعالى فيوجد يا ثاني أذكار أذكار بعد الصلاة يجب أن نذكرها الله تعالى وهي أن نستغفر الله تعالى وأن نقرأ آية الكرسي والمعوذات وبهذا يا ثاني إن شاء الله تكون صلاتنا مقبولة وهنا يا ثاني أرقم الصور حسب ترتيب أعمال الصلاة في الركعة الثانية من الصلاة الفجر قلنا يا ثاني أن هنا الصور لدينا يا ثاني مخربطة شوي إحنا بنقوم بترتيبها الصلاة يا ثاني لازم تكون الصلاة الصحيحة تكون مرتبة بالترتيب اللي إحنا حكينا فيه أول إشي بنحكي الله أكبر ثم نضع اليد اليمنى على اليد اليسرى وبنقرأ يا ثاني صورة الفاتحة ثم الركوع ثلاثة ثم الاعتدال من الركوع بأن نقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم السجود ثم الاعتدال من السجود ثم السجود مرة أخرى ثم يا ثاني نقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية ثم نسلم عن اليمين ونسلم عن اليسار وهكذا قد أنهينا صلاتنا ونؤكد يا ثاني على أن نقول بعد الانتهاء من الصلاة أذكار بعد الصلاة حتى إذا وجد في صلاتنا خطأ يا ثاني أو نسينا شيء فإننا نستغفر الله عز وجل بعد الصلاة ونقرأ الأذكار فإن هذه الأمور إن شاء الله تمحي هذه الأخطاء التي قمنا بها في الصلاة ونسأل الله تعالى يا ثاني أن يشرح صدوركم إن شاء الله بحب الصلاة وبحب الله عز وجل وأن يثبتنا ويثبتكم على الصلاة لأن الصلاة يا ثاني هي شيء جميل وهي الصلاة بين العبد وربه فيجب يا ثاني أن نصلي حتى يوفقنا الله تعالى إلى ما يحب ويرضى إن شاء الله وها قد انتهينا من هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته